السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله هذه دراسة حديثة أطلع عليها الآن أحببت أن أشارككم هذه المعلومة المهمة كثير من الناس يعاني من مشاكل في الأسنان وبخاصة نحن في الوطن العربي للأسف لأننا تركنا سنة السواك وبالتالي نجد أن مشكلة تسوس الأسنان والتهاب اللثة تنتشر بشكل كبير حتى بين الأطفال الدراسة هنا حقيقة أن أعجبتني لأنها لا تكلفك شيئا تقريبا إلا أن يكون في بيتك زيت الزيتون فقط ربما تعجب كثير من البيوت فيها زيت زيتون نستخدمه في الطعام مع الأكل ولكن لا ننتبه أن هذه الثمرة أو الشجرة المباركة فيها علاج النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل الزيت يقصد زيت الزيتون والدهن به معظمنا فهم هذا الحديث على أن عملية الدهن هي للجلد فقط والدهن به فإنه من شجرة مباركة ولكن هناك قضية مهمة جدا عملية تدليك اللثة بزيت الزيتون انظر معي أخي الحبيب هذه الدراسة أنا طبعا أحب دائما أن نتحدث بالتوثيق العلمي أنا عندي هنا موقع علمي يقول هل زيت الزيتون البكر هو المفتاح لتحسين التهاب اللثة فجربوا معجون أسنان يحتوي على زيت الزيتون بنسبة كبيرة جدا وجدوا أنه أدى لتحسين اللثة بشكل أفضل من معاجين الأسنان التجارية والتجارية لديهم لدينا في الوطن العربي تعتبر يعني غالية السمن هم لا يقصدون المعاجين التجارية الرخيصة لا الغالية غالية الثمن جربوا عليها ولكن ما الذي حدث قبل ذلك الدراسة نشرت في مجلة scientific reports هذه المجلة أخي الحبيب لا تنشر خزعبلات أول شي مجلة علمية محكمة ورصينة وعالمية ولا تنشر إلا الدراسات الصحيحة المؤكدة الدراسة هذه نشرت في 18 أبريل عام 2013 يعني قبل سنة من تاريخ اليوم تقريبا وجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من التهاب اللثة المزمن والذين ينظفون أسنانهم ثلاث مرات يوميا باستخدام معجون الأسنان عندما استبدلوا هذا المعجون التجاري العادي المصنع بمعجون أسنان يحتوي على زيت زيتون صافي كان نزيف اللثة أقل وانخفضت نسبة تسوس الأسنان وانخفضت نسبة التهابات اللثة وهذه النتائج السريرية تم الحصول عليها في أربعة أشهر طبعا هم جاءوا بمرضى لديهم اللثة ملتهبة ومشاكل كثيرة جدا وطبعا هناك دكتور طبعا هذا البحث أجري بقيادة الدكتور أنطونيو ماجان من جامعة غرناطا في إسبانيا فقال إن زيت الزيتون له تأثير قوي جدا على البكتيريا التي تعيش دائما في الفم فهو يدفع بعض أنواع البكتيريا للانتحار بينما يعطي العمل أنواع أخرى سبحان الله ما هذا السر حقيقة حتى الآن أحبتي في الله العلماء لم يفهموا ما الذي يجري هم استخدموا زيت الزيتون وكان له أثر كبير جدا تفوق على معاجين الأسنان العادية ولكن ما الذي يحدث أنا يمكن أن أخبركم بأن الله عز وجل عندما خلق الزيتون وخلق هذا الزيت المبارك وضع فيه معلومات فيه مواد طبعا كيميائية موجود فيه مواد كيميائية داخل هذه المواد هناك الشفرات خاصة هناك معلومات تستطيع التعرف على البكتيريا والقضاء عليها باختصار فهو من شجرة مباركة حتى إن الله عز وجل ذكر الزيت زيت الزيتون والزيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضي عندما أعطانا مثالا عن نور الله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره ما يشاء فإذن أخي الحبيب في كل بيت تقريبا هناك زيت الزيتون فأنت أحرص على وجود زجاجة من زيت الزيتون بحيث أنك تدلك أسنانك وتمضمض طبعا الدراسة تنصح بالمضمضة لمدة دقيقة إلى 20 دقيقة أحيانا لكي تضمن التصاق هذه البكتيريا بزيت الزيتون وبعد هذه المضمضة تتخلص من هذا الزيت دون أن تبلعه فهنا أيها الأحبة الدراسة أجريت على مجموعات مجموعة استخدمت معجون وهمي مجموعة استخدمت معجون أسنان الذي نعرفه الكيميائي والمجموعة الثالثة معجون أسنان يتألف من زيت الزيتون ومادة الزيليتول ومادة البيتين والماء والسيليكا المائية والجليسيرين وأحادي فلوروفوسفات الصوديوم وثاني أكسيد التيتانيوم وبنزوات الصوديوم وبالإضافة لمنكهات ورائحة طبعا هذا المعجون المصنوع من زيت الزيتون أخي الحبيب وضعوا بعض المواد ليأخذ قوام المعجون ولكن المادة الفعالة هي زيت الزيتون المادة الفعالة هي زيت الزيتون طيب ما الذي حدث هنا هنا أيها الأحبة بعد فترة من استخدام هذا الزيت تبين أن النتائج كانت مذهلة بالنسبة للعلماء وأظهرت انخفاضا في نزيف اللثة والأغشية الحيوية فوق اللثة وزيادة في الرقم الهيدروجيني بعد أربعة أشهر مقارنة بمعجون الأسنان التجاري وتحسن كبير في التهاب اللثة وتخفيف الألم أيضا هنا أيها الأحبة أنا يمكن أن ألخص لكم هذه الدراسة دائما نحن نعلم أن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء أفضل الأدوية على الإطلاق كما يقول الباحثون هي الأغذية الطبيعية المصنعة طبيعيا يعني هي من صنع لا طبعا الباحثون هؤلاء يقولون هي من صنع الطبيعة لا الله خالق كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء فكل ما صنعه الله عز وجل وخلقه الله ليس له أثار جانبية إلا إذا أخذت كميات كبيرة أسرفت وهذا فيه توجيه أيضا قرآني الله سبحانه وتعالى يقول وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إنه لا يحب المصرفين فأي إسراف في أكل أو شراب أو علاج أو غير ذلك ينقلب إلى ضرر فهنا هذه الدراسة تقول لنا بأن زيت الزيتون ليس له أضرار جانبية لا على الفم ولا على الأسنان ولا على الجهاز الهضمي فيما لو ابتلعت هذا الزيت بالعكس له فوائد كبيرة جدا وبالتالي كل ما صنعه الله مناسب لصحة الإنسان فهذا يدعوني أخي الحبيب أن أقول لك إلجأ إلى الأدوية الكيميائية في حالات الضرورة يعني أولا جرب الغذاء جرب الأشياء التي خلقها الله لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء وأنا أقول لكم أيها الأحبة أنا الآن أطلع على هذا البحث لم أطل عليه من قبل وشغلت الفيديو وأحببت أن أشارك معكم هذه المعلومات عسى أن ينفع الله بها من يشاء من عباده ولكن أنا قبل أشهر تعرضت لمشاكل في الفم واحترت ماذا أفعل في الليل فلم يكن لدي إلا زيت الزيتون فسبحان الله بالصدفة وهو بتقدير الله عز وجل المادة الوحيدة التي شعرت بارتياح كبير معها هي زيت الزيتون عندما تضعه على اللثة سبحان الله وتشعر بارتياح يعني سبحان الله زيت الزيتون فيه مواد حتى الآن كما قلنا لم تكتشف لها تأثير قوي على خلايا السرطان لها تأثير في علاج تقرحات المعدة والقلوم لها تأثير في الكثير من أمراض القلب وتصلب الشرعين وكل هذه دراسات علمية مثبتة أيها الأحب أنا هنا عندي دراسة حديثة أيضا عن استخدام زيت الزيتون في علاج القرحة الفموية تقرحات الفم واللسان واللثة سبحان الله يعني هنا هذه الدراسة تؤكد أن زيت الزيتون له أثر قوي جدا على قرحة الفم وبنفس الوقت ليس له أي أثر جانبي وكذلك الأشخاص الذين تم علاجهم بزيت الزيتون الصافي أيضا تم معالجة أو التخفيف من التسوس في الأسنان خلاصة هذا البحث أيها الأحبة لكي لا أطيل عليكم الله عز وجل وصف الزيتون بأنه شجرة مباركة والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أكد أن الزيتون هي شجرة شجرة الزيتون هي شجرة مباركة قال كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة صلى الله عليه وسلم وبالتالي أخي الحبيب أنت تستطيع أن تضع زجاجة من زيت الزيتون بحيث أنك تخلطها مع غذائك اليومي بالإضافة لمضمضة الفم بالإضافة لدهن الجلد كوقاية طبعا كل هذه الأمور بالإضافة إلى العلاج الطبي أنت تطبق سنة نبوية نسأل الله عز وجل أن يشفينا جميعا وأن يرزقنا أسباب العافية وأذكركم بدعاء مهم جدا كان يكثر منه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إذا أعطيت العفو والعافية فماذا تريد بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والحمد لله يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق